طرق علاج التهاب اللسع والخراج اللي ممكن يكون بيظهر في اللسع دي أسبابها إيه دكتور؟ أكتر مرض تاني في الأسنان هو التهابات اللسع والتهابات الليجامينت أو الأربطة المحيطة بالسنة السنان بتاعتنا مش ملحومة في العضل السنان بتاعتنا يعني بينها وبين العضل في أنسجة رخوة بنسميها البردونة الليجامينت أو البردونة الليجامينت فالأنسجة دي ممكن تصاب بعضوى وتسبب بعد كده لخلقة السنان والتهابات وخلريك فالناس برضو ما بتهتمش بموضوع علاج اللسع وإحنا بنسميه بنقولهم دايما وبنوعيهم فيه فرق بين علاج اللسع اللي هو فوق اللتة اللي احنا بنشيل يا دوبك الجير من فوق اللتة على خط اللتة وفيه فرق بينه وبين أن احنا بنعمل حاجة اسمي ديب كلينينج اللي هو علاج اللتة من تحت الدرس من تحت السنة أو من تحت قط اللتة عند الجزور ومنسميه حتى روت بلانينج يعني بنعمل مع ديب كلينينج حاجة اسمها روت بلانينج زي هنا مثلا وشلنا الجير وعملنا روت بلانينج للسنة دي للناس يا دكتور أو الأشخاص اللي بيعانوا من جير دايما مستمر ولا عمتا أي حد محتاج أنه هو يعمل كل الناس كل الناس نسبة 90% من الناس بتكون الجير بطريقة سريعية نتيجة الوادات اللعبية واللعاب بيطلع في الفم فطبعا بيأثر الأملاح دي بتترسب على السنان وتنزل تحت اللتة وبتعمل تآكل في العظم اللي تحت اللتة بص يا أنا مثلا دي السناني كلها بص المنظر اللتة عاملة ازاي تحت وفوق ونتيجة تركيبات قديمة وبيضة ويعني ده يعني الراجل يعني باشمانس كبير وكان جايلي من جرجة وجايلي بالمنظر ده عامل تركيبات قديمة ووحشة واللسة بتاعته بالمنظر ده اللي عارف يأكل ولا يشرب ريحة بقوحشة جدا حتى كانت معاه المادام بتقول لي لا الريحة مش تمامه يعني فالناس بتستهتر بمضوع علاج اللاثة لا علاج اللاسة والديب كلينينج ده مهم جدا ومنستهترش بيه كل 3 شهور أو كل 6 شهور